والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع ايا كافوري إليك ايا شكرا هيبة شكرا زينة ولأنها تحاول إلى جلواتنا الاقتصادية محليا وعالميا موسيقى أكد المركز العالمي لمجلس الوزراء قوة الاقتصاد المصري خلال الثماني سنوات الماضية وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم وأشار المركز في تقرير تضمن مجموعة من العروض المعلوماتية إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدى النمو منذ 14 عاما وواقعي 16% في عام 2021-2020 مقارنة بـ 92% عام 2013-2014 فضلا عن ارتفاع النتيج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من ثلاثة أضعاف واستمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة منعكسها على نظرة المؤسسة الدولية للاقتصاد المصري تنطلق فعليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واكتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من السابع وحتى التسع من سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتلظم المنتدى وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالتعاون مع اللجلة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة وتمثل النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أهمية خاصة حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في تفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كوب 27 في ظل توجيهات الرئيس السيسي تم إنشاء أكبر مشروع الثثماري على أرض محافظة أسوان وحظيت قرية الجنينة والشباك التابعة لمركز نصر النوبة بإنشاء قاعدة صناعية حرفية ستعمل على إثثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالة متنوعة تعد قرية الجنينة والشباك التابعة لمركز نصر النوبة واحدة من أربعين وأربعين قرية تبعد عن مدينة أسوان بمسافة 62 كيلو مترا وحظيت القرية بأكبر مشروع استثماري على أراضيها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم إنشاء قاعدة صناعية حرفية ستعمل على استثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة من بينها المفروشات والصناعات الوذائية والكيميائية والهندسية والتعدينية النهاردة احنا متوجدين في محطة المعالجة محطة المعالجة اللي بتخدم عندنا المرحلة الأولى للمنطقة الحرافية بالجنينة والشباك عندنا محطة المعالجة مقامة على مسطح حوالي ألف متر المسطح تصرفاتها عندنا ربعمائة متر مكعب في اليوم مكونات المشروع هنا المشروع بيتكون من 308 ورشة ومنطقة خدمات مركزية الورش هنا مسطحاتها تتروح من 90 ل180 متر مسطح 90 متر عبارة عن 60 متر دخلي زائد رصيف تحميل 30 متر مسطح ونفس القصة في الورش ال180 متر فهي عبارة عن 150 دخلي زائد 30 متر مسطح ورش تحميل تضم المنطقة الصناعية 308 وحدات وورشة على مساحة 56 فدانا كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 متر مربعا و26 وحدة بمساحة 180 متر مربعا مجهزة بجميع المرافق والخدمات كما أنها تحتوي على مختلف وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية نحن دلوقتي نستقبل للمواطنين لتلقي كرسات الشروط كرسات الشروط دي اللي فيها طبعا كل حاجة الخاصة بالمدينة الصناعية المدينة الصناعية اللي فيها حوالي 300 وحدة سكنية منها 182 وحدة منشاة صناعية وتقع المرحلة الأولى على مساحة نحو 17 فدانا وبها مبنى إداري ومنفذ للبيع ومعارض متنوعة وكافتيريا ومطعم ومتجر إلى جانب شبكات الطرق والصرف والتلفونات كما توجد محطة للمعالجة الثلاثية للمياه والتي تكلفت حوالي 12 مليون و600 ألف جنيه وتستوعب 400 متر مكعب في اليوم وتم إنشاؤها خصيصا للمنطقة الصناعية التكلفة الكلية للمشروع بلغت حوالي 800 مليون جنيه من بينها مساهمة من هيئة التنمية الصناعية بمبلغ 650 مليون جنيه و132 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر الأهالي أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء هذه المنطقة الصناعية لما ستسهم به من توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب بالمحافظة وفي أسواق المعادن أنفس ارتفعت أصار الظهب العالمية في المعاملات الفورية لتسجل 1703 دولارات للأوقية أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 954 جنيه ولما سعيار 21 صار وصل اليوم إلى 1112 جنيه في حين سجل عيار 24272 جنيه وأخير النصل معكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعر اليوم إلى 8896 جنيه وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بأن أوبيك بلس ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في الخامس من سبتمبر على الرغم من أن المخاوف بشأن قيد كورونا في الصين وضعف الاقتصاد العالمي القد بدل لها على السوق وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت من نزمة 17% ووصل السعر اليوم إلى 93 دولاراً وسنتين للبرميل أيضاً ارتفع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي من نزمة 18% ووصل السعر اليوم إلى 86 دولاراً 87 سنة للبرميل امتدت الارتفاعات للمزوت وارتفع عالمياً بنسبة 81% ووصل السعر إلى 3 دولارات و 62 سنة لكل لتر في حين وفي المقابل انخفض الغاز الطبيعي من نزمة 5.14% ووصل السعر إلى 8 دولارات و 78 سنة لكل مليون واحدة حرارية حذرت أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان نيبون ستيل عملقة التصنيع في البلاد من تطبيق زيادات سعرية إضافية هذا العام وقال نائب رئيس التنفيذي لنيبون ستيل إن الشركة تطبق زيادات على أسعارها التعقدية وذلك من خلال التفاوض مع العملاء المحليين في النصف الثاني من العام المالي حتى نهاية شهر مارس مشيرا لأن الشركة ستمرر الزيادة في التكاليف إلى العملاء بما في ذلك زيادة أسعار الحديد الخام وفحم الكوك التي تفاقمت بسبب الانخفاض التاريخي في قيمة اليابانية إلى هنا مشاهدين تنتهي جولتنا الاقتصادية